اه يا للا وصلت على نبي اذكر الله وانت ماشي اه يا للا وصلت على نبي ولا تنهيك السلام اه يا للا وصلت على نبي باش تحيل قلب الرشيل اه يا للا وصلت على نبي بذكرين شملاء اه يا للا وصلت على نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللغزالات كديري دمس عليكم كديري واصحة كانت من الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا ناشطين وفرحانين للأمور يا هاديك البنات ضحكوا ولعبوه امونا ربي اللغزالات المهم هي الصحة هي الصحة هي اهم حاجة اللغزالات دياري قبل ان نشارك معاكم دائما في تحذيرات رامدان الليامات حيثوا بدأنا تحذيرات رامدان ونشارك معاكم ان شاء الله ملوية البنات على الطريق المخمار اللغزالات ولكم ستشكروني عليه كلكم ستجربوه سينجح معاكم سيجيكم في فن وسعود دائما تديروه وسنشارك معاكم حتى كيف تحترف دو بعصير الحامضة البنات أو الليمون اللي ستكتبه في طلاجة يبقى عندكم وتتوجدوا بحق الرمضان قبل الصالحة دبرا الحامض موجود هنا سوف نشارك معكم واحد الكومنت لأي شيء هذا وكانت نسلنا فيه و الحمد لله وصلنا قبل رمضان لأنني محتاجه بكثير وصلني الى الباب وقالت نشاركه مع الأخوات الحمد لله كيف تشوفوا الغزالات سوف نورديكم كيف تشوفوا و كيف تشوفوا البنات نريد أن نهوض لكم الكاميرا كيف تشوفوا الغزالات و أخيرا تشوفوا 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 البنات دائما كانت نشوفوا عند الأخوات كانت نشوفوا في الصور عند الكثير من البنات التي تتخذوه و قلت لك أنتم البنات الذين يريدون تشوفوا الرقم سوف نجعل لكم عن السيدة التي تبيعها كثير من البنات و قلت لكم من البنات و أخيرا لديكم الرقم معلق هنا لديكم و أخيرا و أنتم أشوفوا هذا رمضان انا من محبي الابيض محبي الابيض ان تشوفوا ما يعني كلهم في البيض لانه يجبني اللون الابيض هكيف ما كتشوف الوزلات المهم اخلي لكم الرقم بالنسبة للبنات اللي بغاوا الرقم هوا خليت لكم الابنات بالنسبة باش يسولوني الاخوات حيث يجوني بزاق الاسئلة هانتم البنات دخلوا عند هذا الرقم هذا خديجة دخلوا عندها سوف ترسل لكم الصور و ترسل لكم تشوفوا حيث كبار صغال حجم توم اللي باغين هذا الشيء اللي كان لغزلات و نخليكم مع الفيديو حسنا رجعت معاكم كيف ما كتشوف انا نقول لكم انا صباح الخير انا نرى بروبيو الصباح انا نقول لكم بناتها ديامات اصلا المدرسة تخربقت و يصبحوا نعاسين بناتها ذاكريا ذاكرا و ينستي الوقت غير في الناس المهم هنا ان شاء الله اندوز نوجد ليهم محطلف طير و قلت عليش اللي لا نشاركوش معاكم سوف نشارك معاكم الابنات ملوي على طريقة مخمار ملوي و من لوم خمار كي يجيزوين معتمد عندكم كيف ما كتشوفو انا ترى اخليت لكم العبار المعلق في الشاشة اما الاخوات لم يزالة حاجة كتعرف غير زلافة كيف ما كتشوفو هنا يجيز زلافة تكبار البنات ديال فورس و زلافة ديال القمح بالنسبة للقمح اخليت مويمات كنخلي بحق الكارتونة باش نشارك معاكم القمح اللي كنستعمل اللي اعتكب مويمات مدوم عندي هنا كيف ما كتشوفو ندير 7 جرام ديال الخميرة حبوب هنا ملعقة كبيرة هي 7 جرام و قياس ديال ملعقة كبيرة كتديرو هنا واحد ملعقة كبيرة ديال سكر سانيدة و قديرو الملح كيبقى على حسب الدوق كيف ما كتشوفو الملح را كيبقى على دوقكم سوف هنا الغزيلة سوف ندوز هنا العجان غير في العجانة بالماء دافع حطيتو كيدفق باش نجمع العاجين العاجين اللي بنات كيكون ما مرخوف مقاصح يعني عادي كيتلسقش ما كيتلسقش بزاف الليدين مهم تكون مرخوفة ماشي بزاف كنأكد انا غنوريكم ده بالعاجين حاولوا تدلكو مزيان كي يجيكم بزوين والبنات وما يجيكم بش مدقة من الداخل حاولوا تدلكو العجينة هنا في القصرية البنات حاولو تدقوو ودلكو فيها وحتى بعض دقيقة هنا في العجانة سوف ينفعتني الصراحة هنا كيف ما كيتوفو كنا اخد المسمن صحت بشكل ك 위ضي سوف ندير كويرات بالنسبة للحجم راكب قنطوما سوف نديرهم غير صغار موين يعني ليس صغار بزاف موين متوسطين سوف ندير هذه القياسة للبنات سوف أعطاني مسمنا جوج 4 6 8 أعطاني عشرة المسمنات التي أعطاني هنا كيف لا ترى الغزلات لدي الزبدة لديها السميدة لديها السميدة لديها السميدة حبوبة أحسن كجيزوين أكثر هنا من بعد الماء سوف نبسط العجيم سوف ندير الزبدة سوف ندرد عليها السميدة سوف نديرها على الشكل عادي سوف نضعها هذي تراحل البنات خلية مع ترخفلة سوف ندرد على العاجين يقطم بالزبدة و ترجع المزُصم بشكل كلمة قطحها حتى ترخفلة وعادة ارجع معكم وهنا البنات تقريبا راني قررت نكمل سوف ناخد اول مسملة اللي درت كنعاود نبسطها كندهنها البنات بشوية الزبدة كندير عليها تاني شوية تسميد سوف نحاول ندور هكذا كنجمعها سوف على طريقة لي الملوي وكنجمعها من جنب وكنديرها دوكفج جنابه البنات باش متحلش ليكم وكنحطها تاني على جنب حتى كنت ترخف ليا البنات باش متعدبكمش صافي كنمشي على هالطريقة الغزالات كندهن بالزبدة كندور وكنناخد هادو كل القنيتات عادي بحلقة تصيبوه في الملوي في الملوي عادي صافي هانتو مالغزالات كن او من هنا او هنا اراني كملت تقريبا صافي كملت كل شي صافي كنخلي هاديك مني او رخفات عليها كنقلبهم عادي هاك مويمة انا لبنات على حسب حد البياسترا او بالزربك الطيب لي او اختكم كنكمل كل شي كنكمل المسمن كامل عادي كنبدا نخبز او بقى ما حطيت البياسترا لأولو لامقلة لأولو صافي مويمة البياسترا اصلا ما كنت تعطلش لعشرة دقيق او واحد الاختقات اللي يظهرها لش مقاش كالطيبة بيالبار حي تقدر تصغير معاكم غير لسان طير يعني ما غانحتاجش هذه المقلة لش موجبتاتي او هاد؛ و اختوار من bouncy يعني ا姐 انت كنت باجه او بكثرة او كيف ما كنتشوفو ديرها و احد الردها لبلاستها يعني انا مني كنكمل بها كنبسحها و اتطلبها و اقاقتش منطيها يعني كنبسحها مزيان و انا ان نعاود الردها ما كنتشذه فيه شيء لنقطة الماء ولا نقطة الزيت ولا كنبسحها مزيان كومو سافي و اصاروا هنا كيف لا تشوفه نبسط المسمن كامل لكي لا تضيع الضوء لكي لا تغلب عليك لكي تكون هنا كان هنا كيف لا تشوفه ندردرع قليلا لكي تزيد عمرت اعتلي دي جوجتهم اني حطيت المسمن كي يترخف هنا كنت ضغطكم لكي يجفن البناس هذا يجب 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 لا تشبع وكيف لا تشوف الضوء يجب نجد ونخليكم هنا رقم طيب ونوريكم كيف يجي محمر وهنتم معي ترجمة نانسي قنقر 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 سترجمة MC سوف نضع القشرة و أرجع معكم الغزالات هنا بالنسبة للقياس السكور كل حامضة لا يوجد ملاعق السكور يعني لدي ساعة الحامضة 18 ملعقة سوف أخبركم ملعقة 18 ملعقة 10 ملعقة سوف أخبركم 20 ملعقة سوف أخبركم 5 ملعقة سوف أخبركم كل ملعقة و أحاولوا أن يقوموا بسكور السكور سوف يقوم بإمكانك ملعقة سوف يقوم بإمكانك فترى التعسل و تلقي المديالو هذه القشرة و هنا عصرت الحامض و أعطيت نطعني جوش كيسين كيف ما تشوفوا سوف نخلط العناصر كاملة و سوف نخليه البناس نغطيه و سوف نخليه انتم ما تخليه هليلة كاملة كل ما خليته كل ما يجيكم أحسن البناس سوف هنا كيف ما تشوفوا هذا القشار عزلت ودرته في بلاستيك سوف نخلي هذا البناس سوف نشارك معكم واحد دي سن شاء الله و هنا كيف ما تشوفوا سوف نخليه و سوف نخليه في البلاستيك و هنا كيف ما تشوفوا البنات اللي وجدت هنا سوف نخليهم الرمدان سوف نخليه البلاستيك العيدائي و كبيت فيهم هذه البنات 600 ميليليتر و اضعت عليهم كأس الحامض يعطيكم عاصر الحامض بزر بلاستيك قرب الوالد يجب دي من الكنجيلاتور عبر القياس يجب دي من الكنجيلاتور يطروا بكأس الحامض يطروا بكأس الحامض سوف يوجد عندكم يطروا بكأس الحامض يطروا بكأس الحامض